بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى أخيه دولة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعجيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة قم بتسليم الرسالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة الليبيا طرابلس